ضبطت شرطة أبو ظبي شخصين من الجنسية الأسيوية لاستغلال جزء من مزرعة كفيلهم في زراعة أربع عشرة نبتة من الماريجوانا المخدرة والتي تسمى القمب الهندي في إحدى المزارع وكانت قد وردت معلومات من مصادر أمنية تفيد بقيام المتهمين بزراعة نبات القمب الهندية في إحدى المزارع التي يعملان بها بهدف الترويج وتمت مدهمة المزرعة وضبط المتهمين مع أربع عشرة نبتة مخدرة من القمب الهندية وفق الإجراءة القانونية وأمرت النيابة العامة باقتلاع النباتات المخدرة والتحفظ عليها وتبين من خلال التحقيقات أن صاحب المزرعة لم يكن يتردد عليها كثيرا الأمر الذي استغله المتهمان وقاما بزراعة تلك النباتات المخدرة في جزء بعيد عن الأنظار من المزرعة ترجمة نانسي قنقر